أقامت دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حجة المخيم الصيفي الثاني بمدينة مأرب والذي يستهدف طلاب المرحلة الثانوية والطلاب الجامعيين ويقام تحت شعار الشباب حماة الوطن والهوية ويستمر لمدة أربعة أيام تقيم دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حجة المخيم الصيفي الثاني لشباب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية ويأتي هذا المخيم وهو المخيم الثاني استثماراً لهذه الأوقات التي يقضيها الشباب في العطلة الصيفية نهدف من خلالها إلى ترسيخ الهوية الوطنية وكما تلاحظون على أن شعار هذا المخيم هو الشباب حماة الوطن والهوية الهوية الوطنية التي ينبغي أن تترسخ في أعماق الشباب وينبغي أن تتجذر في ويدانهم سيكون في هذا المخيم غرس مهم لهذه الهوية والإشادة بدور الشباب وبدور الطلاب في ترسيخ قيم الجمهورية يشمل المخيم المحاضرات الثقافية والأنشطة الرياضية والمسابقات المتنوعة ويهدف لاستثمار أوقات الشباب وترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم الجمهورية وتعزيز قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم المختلفة وتزويدهم بالمعارف والمعلومات في مجالات العلوم المتنوعة نحن اليوم في المخيم الصيفية الشبابية لأبناء محافظة حجة أو لطلاب محافظة حجة الذي سيتناول كثير من الأهداف منها غرس قيم مبادئ الوطنية كذلك الولاء الوطني والهوية الوطنية التي تغرسها في الشباب فالكل يعرف شباب الإصلاح ولا زالوا وسيكونون هم الذين يحافظون على الهوية الوطنية في هذه البلد فهم في الماضي يحافظوا على الهوية الوطنية وحافظوا على هدف الثورة وهم الذين رصخوا الوحدة اليمنية في هذا البلد وكذلك في الحاضر هم الذين سيحافظون على الهوية الوطنية ولا زالوا ثابتين على مبادئهم وسيكونهم الصمام الأمان لهذا البلد يتناولون أهداف الثورة ومبادئ وقيم الثورة التي قد تناسها كثير وبعد انقلاب المليشيا الحوثية نحاول أن نجدد هذه الأهداف لكي يعرف الشباب أجدادهم وأبائهم الذين يضحوا من أجل حماية الهوية الوطنية ومبادئ الثورة يأتي المخيم ضمن الأنشطة الصيفية والبرامج الثقافية والرياضية التي تقيمها قطاعة طلاب الإصلاح بالمحافظات لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بالطلاب وتنمية حسهم الوطني وتعزيز حضورهم في مجالات الحياة المختلفة محمد القليصي لقناة سهيل مأرب